أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عندما تكون السذاجة رزق وإدعاؤها سبوبة إبراهيم أهلا بك أعزائي مشاهديين وموعد يتجدد معكم لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة سبعمية خمسة وعشرين يستهلها المهندس عدلي بطرح غريب عندما تصبح السذاجة رزقا وإدعاؤها سبوبة سبوبة خير بعض الناس اللي هو رزق العبطة على المجانين مش عايز أقول ألفاظ ما بيحبش يستخدمها لكن الأمور الواضحة أستاذ إبراهيم الحقيقة يعني لما يتم تناولها بشكل يجافي وضوح المنطق ويعني بين اللي قدامه أكنه مش واخد باله فيكون سبب إنه هو يعني يبقى مطلوب وترند وإنه هو يسوق فيها ويعمل ساذج فعلا علشان تبقى سبوبة كثير من القضايا حنتناولها دلوقتي حولك وصاحبها مش عارف الحقيقة عارف لكن ليه بتكلم كده؟ ليه بتكلم كده؟ ركوب الترند ورغبة في العبط ده الكلام المهم جدا في هذه الحلقة